تعال نسيب الأجواء الخاصة بالملعب أو المستطيل الأخضر ونطلع للشارع شايف الشارع المصري بقى عامل إزاي بعد البطولة دي تحديدا أو يعني البطولة دي وحدته إزاي نشوف النهاردة يمكن لأول مرة في التاريخ وبتكلم مع بسانتف ده المنتخب أهلي زمالك ما فيش ده خلاص منشوف صفحات التواصل الاجتماعي بتشكر في اللعيبة صفحات الأهلوية بتشكر في الزمالجوية والعكس يعني قعدنا لسنين وسنين ونول نبض العنف ولازم يكون في يعني من ربقاش متعصبين في التشجيع يمكن جات المباراة دي عالتب طب وحادتنا كلنا وراء حاجة واحدة بس منتخب مصر برضو مش هارجع للمباراة بعد من مباراة كوتيفار هم السبب اللعيبة السبب المنتخب السبب الروح اللعيبة والاجتهاد والإصرار والعزيمة والروح العالية جدا اللي احنا شفناها عليها هي اللي خلت الناس تلتفح حولهم تاني قبل بداية دور المجموعات أو دور المجموعات كان جمهور النادي الأهلي بيمني النفس اللي هو عنده كاس عالم الأندية وكان نفسه يشوف رقيته في أفضل حال لكن الظروف منعت النادي الأهلي لحد الآن من التواجد يعني تواجد معظم العبيب لأن المصلحة والأهم والمصلحة الأقوى والأهم طبعا هي منتخب مصر وده التصريح اللي خلى برضو الأمور تهدى بشكل كبير ده بتاع كابتن محمود الخطيب اللي هو مصلحة منتخب مصر فوق أي حد وفوق أي اعتبار وفوق الجميع لأن منتخب مصر هو الأهم بطولة أفريقيا هي الأهم كاس عالم الأندية ده تكريم للنادي الأهلي بعد فوزه بطولة أفريقيا تصريح محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي والأحد كابتن منتخب مصر في مؤتمر صحفي قبل لقاء الكاميرون وبيسألوه عن البطولة بتاع كاس العالم قال لا أنا هنا هدفي وطموحي لأنا أخذ كاس أفريقيا هتضفل كتير جدا أنا مع النادي الأهلي سواء بي أو من غيري النادي الأهلي نادي كبير نادي بطولات يقدر يحقق البطولات فكل التصريحات دي بتخفف لما الأيكونة بتاعتك والنجم بتاعتك يطلع تصريح يقدر ينبذ فيه التعاصب لأن كان كل الناس خايفة وهمها كاس عام أن دي لا الراجل بيقولك مصلحة مصر فده كله السوشال ميديا بتاخد من اللعيب الكبير لما أنت كلعيب كبير بتصرح تصريح فيه عقلانية وفيه وفيه أمور وذات أنه لعيب محبوب والناس كلها بتحبوا في العالم كله فكله هينساك وراك وكله هيبقى معاك وفي ظهرك وهيدعمك